إيه أسباب الكذب عند الأطفال؟ ما هي الأسباب دي بقى مهمة أوي في حاجة؟ إن لما نعرف الأسباب هنعرف نعالج الموضوع وأسباب الكذب عند الأطفال كتيرة جداً يعني ناس كتيرة أوي ممكن ما يجيش في بالها الموضوع ده هنقولها لحضراتكم أول وأهم سبب هو الخوف وده أهم وأقوى سبب إن الأطفال تجذب لدرجة إن الدراسات بتقول إن 70% من الأطفال اللي بيجذبوا بيجذبوا بدافع الخوف سبب تاني للكذب هو إخفاء النقص لما الطفل وخصان ده في المدارس لما الطفل يحس إن هو مفتقد لحاجات معينة فيقول آه ده الحاجة دي بابا جابها لنا في البيت أو إحنا عندنا عربية أو إحنا سافرنا المكان الفلاني لإخفاء نقص ما لما يحس إن اللي حواليه بيتكلموا في شيء هو مفتقده من أسباب الكذب برضو تقليد الكبار يعني بيقالدون إحنا لما نجذب وبرضو من أسباب الكذب لفت الانتباه أحيانا الطفل يجذب عشان يلفت الانتباه إلينا من أسباب الكذب برضو اختلاط الواقع بالخيال وده يعني بيحصل سواء مثلا في محتوى التلفزيون لما الطفل يتفرج على محتوى التلفزيون أو من خلال وسائل التواصل والفيديوهات اللي عليها أو حتى من خلال الألعاب يعني الكذب ممكن يكون داخل هنا فيه اضطراب أو اضطراب المعرفة ما بين الخيال والواقع برضو من أسباب الكذب عدم سبات أو اضطراب الحياة الأسرية لما الحياة الأسرية تكون فيها خناءات كده ما بين الأب والأم الأطفال ممكن تجذب أحيانا لتمرير بعض الأشياء أو لاتقاء شر الدخول في معارك أو نوب أو يعني نوبات من اللوم أو العقاب أو ما إلى ذلك برضو من أسباب الكذب عدم ثقة الطفل في نفسه وعدم الثقة في الطفل يعني احنا نبقى محسسين الطفل ونبقلش الحقيقة وبرضو ضعف التربية السوية يعني متحديدا هنا بقى التربية الأخلاقية أنا بكلم هنا عن التربية الدينية والأخلاقية من أسباب الكذب برضو الطمع والحسد ودي حاجة هتستغربوها شوية أن في أطفال تبقى عندها نوع من أنواع الحسد أو الكراهية لحد تاني فيقوموا يعني زي ما بيقولوا كده باللغة الدارجة يتبلوا على حد علشان خاطر الحد الكويس ده مثلا زميلهم مثلا في المدرسة أو كده يقوم ينال قدر من التوبيخ أو العقاب أو ما إلى ذلك وبرضو من أسباب الكذب ودي آخر الأسباب الفراغ الإحساس بالفراغ الطفل ما بقاش لقي حاجة يعملها فيقوم كده يخترع حاجة ويعود يقولها ترجمة نانسي قنقر